استقبل رئيس جمهورية السودان عمر البشير اليوم رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وفي اللقاء استعرض رئيس الوزراء التطورات الميدانية في اليمن وما آلت إليه الأوضاع في البلاد جراء الحرب العبثية التي أرادها الانقلابيون لتمزيق اليمن شاكرا الأدوار الكبيرة التي قدمتها حكومة السودان والتسهيلات في احتواء اللاجئين اليمنيين وما توفره من رعاية خاصة للجالية اليمنية والجرحى والطلاب المبتعثين وثمن رئيس الوزراء المواقف الطيبة لجمهورية السودان الشقيقة إلى جانب اليمن في مختلف المراحل والظروف لسيما خلال هذه المرحلة الراهنة وما تمر به من أوضاع نتيجة انقلاب ميليشي الحوثي والصالح على الشرعية الدستورية والإجماع الوطري مؤكدا أن السودان خير المناصرين للشعب اليمني وشريك في معركة الحق ضد الميليشي الانقلابية من جهته أكد الرئيس عمر البشير على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار وقال السودان يدعم جهد الأمم المتحدة المستندة إلى المبادرة الخليجية والياتية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216